عندما تتضارب المصالح ويتم بناء على حالة تقسيم محاصصي تطرأ أمور تبدأها بالتناقضات السياسية ما بين الأطراف منها الزعامة ومنها التفرد ومن ثم التسقيط هذه كلها مراحل تجي اللي انبنى على أنه توزيع المكاسب والمصالح الذاتية ما بين الأطراف خلوا نقول السنية ومثل ما تفضل أستاذ إبراهيم القاصي والداني يعلم كيفية وجود أعضاء مجلس النواب في العملية السياسية ضمن التقدم أو ضمن المشروع بهذه الآليات وخصوصا عدة تقدم الانفراد المشكلة ما لتناه نحن نحب الأناه الانفراد شوف أكو الجهة الأخرى أكو هناك مرجعية تضغط وموجه يوجه الآلية نحن لا توجد مرجعية أدنى لا سياسية ولا دينية حتى توجهنا وإنما البروز الصدفي الصدفة ما بعد 2003 ولا ما بيه موعد سياسي كان شلع قلع قال السيد مختدى من اللي بيهم سياسي ما موجود لا هو شيوعي ولا هو بعثي ولا هو قومي ولا هو ناصري ولا هو عزمتا أما الحزب الإسلامي فارتكن تعرف ليش ارتكن لأنه بحث عن مصالح أكثر ما بحث على خدمة مواطنيه وجمهوره الآن القوة السياسية وصلت إلى هذه الحالة الحالة إلى أنه هذه التناقضات وصلت على الطاولة التنازلات الغير مبررة وغير متفق عليها كما سبق وأن تم الاتفاق ترجمة نانسي قنقر